مشاهدين نبدأ أخبارنا لهذه الساعة من العراق حيث لم يكد العراقيون ينفضون عنهم عناء الفيضانات وما خلفته من خسائر كبيرة حتى اشتاحت البلاد سحابة عملاقة منذرة بعاصفة عاتية أطلق عليها اسم سحابة الخارقة وعلى وقع هذه الحالة أعلنت السلطات حالة أطوارئ في مدن عدة ومن بينها الموصل القابعة بين الدمار وشح الإمكانيات وتحت مياه الفيضانات على الرغم من أن فصل الشتاء لفظ أنفاسه هذه السنة إلا أنه لا يزال مخيما على العراق سحابة عملاقة أطلق عليها اسم السحابة الخارقة وصلت البلاد عبر حدود الجارين تركيا وإيران ينتظر منها أن تتسبب بأعاصير وأمطار غزيرة في مدن مختلفة من شمال البلاد إلى جنوبها محافظة البصرة شهدت بالفاعل تدفقا كبيرا للأمطار في الأيام الماضية فقد أكدت السلطات فيها اتخاذ خطوات احترازية لتفادي حدوث أي أزمة جراء هذه التساقطات في حين أعلن مجلس النواب العراقي دعمه الكامل لمحافظة ديالا التي يهدد الغرق العديد من مناطقها أما بغداد فأعلنت استنفار كوادر بلديتها تحسبا لهذا المنخفض الجوي مشيرة في بيان إلى تشكيل غرفة عمليات استعدادا لأي طارئ كما تم استنفار مدريات المجاري والماء والبلديات في العاصمة مصلحة الأرصاد الجوية في إقليم كردستان أكدت من جانبها أن الغيوم التي تغطي أجواء الإقليم هي غيوم غير اعتيادية مضيحة أنها قد تحمل أمطار غزيرة وشديدة السرعة ويحتمل كذلك أن يصاحبها تساقط للبرد مجلس محافظة صلاح الدين دعا المواطنين إلى الابتعاد عن حوض نهر دجلة بعد ارتفاع مناسب المياه في سدود المحافظة في حين أكدت للحراء السلطات في مدينة الموصل أن وضع السد فيها مطمئن ولا وجود لمخاوف من انهياره نفية ما تم تداوله من أنباء بهذا الخصوص وذلك على الرغم من أعلان حالة الطوارئ في المدينة لمواجهة خطر السيول في المقابل وصلت مياه سد دوكان في السليمانية إلى ذروتها ما دفع المسؤولين هناك إلى التعاهد بفتح بوابات السد في حال استمرار تضفق المياه إليه هذه التقالبات المناخية التي تعيشها المدن العراقية مع بداية فصل الربيع تأتي بالترافق مع أمطار غزيرة ضربت دولتين تركيا وإيران المجاورتين وتعتبر هذه الغيوم من أندر الأنواع وتعرف بتأثيرها الشديد الذي يستمر عادة من ساعتين إلى أربع ساعات وإنضم إلينا من الموصي المراسل الحرة هيثم أحمد هيثم بداية هل من تدابير جديدة واستعدادات حكومية لمجابهة أسحاب الخارقة نعم يعني سيهام بالتأكيد فإن اليوم هو فرصة للسلطات العراقية والإدارية وفرق الإغاثة باعتبار أن الأمطار توقفت لساعات ولكن السحب تتوافد إلى سماء أغلب المدن العراقية وبالتحديد في المناطق الشمالية كمحافظة نينوى والمحافظات إقليم كردستان فهناك تدابير اتخذت من قبل السلطات بنشر مفارز لها وإجراءات بإجلاء العوائل من الأحواض القريبة من نهر زجلة خاصة في المناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى وأيضا المحافظات التي تتميز بحدودها المسطحة وأراضيها المسطحة كمحافظتي ديالة وواسط هذه المحافظات لا تمتلك طبيعة جغرافية وعيرة ووديان ولكن حدودها دائما أراضيها هي مسطحة وبالتالي ستكون عرضة للسيول والمخاطر الناجمة عنها اليوم وقبل ساعات فتحت بوابات سد الموصل كميات كبيرة من إطلاقاته بعد ورود كميات كبيرة وتدفق هذه المياه من السدود التركية ووصلت أعداد الإطلاقات إلى 2450 إطلاق في الثانية الواحدة ما يعني أن ارتفاع مناسيب في مياه نهر دجلة وبالتالي على المحافظات الجنوبية ومحافظات صلاح الدين ومحافظات بغداد أن تتهيأ لاستقبال موجة السيول القادمة من هذا النهر وهناك أيضا تدابير تخذت بإجلاء هذه العوائل ونشر مفارس طبية وأيضا توفير بعض المستلزمات والإصعافات الضرورية في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها إمكانية الوصول في حال انقطاع الطرق إليها كما تعلمين أن المناطق المحررة هي كالصلاح الدين والأنبار ونينوة قد دمرت بناها التحتية بشكل كبير حتى أن هناك الجسور العائمة قد خرجت عن الخدمة وبالتالي عليها أن تتخذ بعض الإجراءات والحلول الوقتية بنقل الجسور العائمة إلى مناطق أقل عرضة للفيضانات وهو ما حدث فعلا عن طريق الموصل قد تم نقل جسر النصر داخل مدينة الموصل إلى مكان خارج المدينة لتقليل من الزحامات التي اشتاحت المدينة وتعيشها الآن طيب هيثم نتحدث عن مدى جهوزية السكان ووعيهم بخطورة هذه العاصفة وكذلك الملاجئ التي سيتم فتحها كذلك في حال طوارئ وفي حال نزوح السكان اضطرار السكان إلى النزوح كذلك نعم سيهم إذا أمكن أن تعيدي السؤال يبدو أن الصوت غير واضح أكيد يا هيثم سألتك عن مدى جهوزية السكان لهذه الأعاصير وكذلك ووعيهم بخطورة هذه العاصفة ومدى عن الملاجئ في حالة طوارئ في حالة نزحوا إليها هل هي مجهزة؟ نعم سيهم الفوارق المجتمعية التي تميز بها العراق على وجه العموم فأقليم كردستان منعم بخيرات ووافر واستقرار اجتماعي واضح فبالتالي هم يدركون طبيعة الخطر القادم فقاموا بنقل أماكنهم من المناطق التي تتعرض إلى فيضانات إلى أماكن أكثر أمنا لكن في محافظة نينوى فلا زال هناك أكثر من 200 ألف نازح يقطنون في المخيمات وهي أيضا تقع على ضفة نهر دجلة وهناك غرفة العمليات في محافظة نينوى وقالت إنها مؤمنة وهو لا يوجد لا داعي للخطر والقلق من هذه الأمطار القادمة أو العواصف التي سوف تشتاح البلاد ولكنها باتخاذ إجراءات وقتية ونشر سيارات إسعاف وتجهيز المخيمات ببعض المستلزمات الضرورية والمؤن الغدائية هذا من الجانب اللوجستي أما المناطق التي هي في المناطق الحدودية والمناطق التي لم يعد إليها النازحون فبالتالي هي أيضا خارجة عن السيطرة الأهلية وبالتالي فقط يوجد بعض القوى الأمنية التي تتواجد في هذه المناطق ولكن في المناطق الجنوبية وتحديدا في مناطق الأهوار ومناطق فهي تتميز بطبيعة مجتمعية تختلف عن المدن فهذا التالي فهم يمتلكون من الأغنام وهم مزارعون وهم فلاحون فبالتالي لا يستطيعون مغادرة هذه الأماكن التي يتواجدون فيها باعتبار أنها مصدر رزقهم الوحيد فعلى الحكومة بالتالي هو ما دعا إليه المراقبون إلى أن تتخذ من تدابيرها وتحافظ على أرواح المواطنين في هذه الأماكن والتي تتعرض إلى سيول وجرهم إلى أماكن أكثر أمنا بعيدا عن السيول التي سوف تشتاح هذه المناطق نتمنى العافية لسكان الموصل وكذلك كل المناطق هناك في العراق شكرا جزيلا لك من الموصل هيثم أحمد مشاهدين إلى موضوع آخر موسيقى 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 موسيقى